وشي خد لون جميل والله من الشمس لون شكله عجبني اهو اه اصيبه عايزة صمر يعني عايزة بشتي تبقى صمرة اه السمر نص الجمال اجاوب بقى عالتعليق ده عشان الناس تستفيد اه طبعا انا قلت لأي حتى عايز ينتقدني اهلا وسهلا ينتقدني ماذا في حدود الادب هرد على التعليق كاتبة اربعة وستين عام اه كاتبة اربعة وستين على اساس ايه لو بتتكلمي عن فصل الروح فصل الروح عن الجسد زي ما بتقولي ده اكبر تناقض بص حبيبتي انا لما قلت بنفس الروح عن الجسد ما شرحتش اي حاجة عن التأمل انا ما بخشش في حكاية التأمل والارواح والحاجات دي لان دي انا ما اضمنهاش لان زمان حصلت لحاجة اه كنت رجبة تاكسي ورجبة جنبي واحدة وكل اللي فاكراه ان هي اه كت بتسألني تقريبا عن حاجة وبعد كده ما فقدت وعي او اه اللي قالهولي سواي التاكسي يعني ان انا انا فضلت بصة كده وما بتكلمش بعد ما نزلت وبعد انا ما فوقت يعني اه خدت من شنطتي الفلوس اللي كان في شنطتي وكانت حاجات كتير في الشنطة خدتها من غير سواي التاكسي بيشوفها عرفت ازاي ان سواي التاكسي مش معايها ان هي انا كنت لابسة سلسلة دهب اه حازم كل عيد امي يجيب لي هدية اه لعبة دهب فكنت لابساها معاني انا بحب شلبس دهب بعد كده قلعتها وحطتها في الشنطة وشنطة تسرعت مني بعد كده فانا بخشش خالص في اي حاجة تخص الارواح انا بفصل روحي عن جسد انا بنفسي ان انا اخلي الجسد عندي لا يعاني لاني قلت الروح عقابل الجسد او الجسد عقابل الروح الاتنين متصلين منفصلين فانا دايما بخلي صحتي تبقى كويسة عشان معزبش روحي فهماني دي حاجة تانية حاجة انا بكتب 64 سنة عشان اقول لكل الستات اللي فوق ال 50 و 60 و 70 ضحكوا عليكم لما قالوا لكم ان في حاجة اسمها سن اليأس وان احنا بنعجز وان احنا بيجينا في شونة ركبة والطب ما فاصل فبعمل لهم تمارين بقول لهم بديهم الامل في الحياة وان اجمل سن المرأة تعيش في حياتها بعد ما بتخلص تربية ولادها وبتعمل المطلوب منها وبتخلي بالها من صحتها ولا تعاني بقى من هبات ساخنة ولا اكتئاب ولا تحس ان هي كبرت وما بقاش لها لازمة لأ انا بقول لهم لأ احنا لنا لازمة وممكن نستبتع بحياتنا اكتر كمان من واحنا صغرين وعندنا مسئولية فأنا بكتب عمري عشان كده والله لو انا شهادة الميلاد بتاعت فيها عمري اكتر من كده كنت كتبته لكن هي شهادة ميلادي كده وانا اصلا السيلي فاتت كنت 62 و63 وبكتب 65 والشاري جايب عندي 65 ان شاء الله فأنا بكتب عمري عشان كده ما بطلعش وانا بعمل فيديوهات بعد اعمل كده واعمل كده واريكو التجعيد اللي عندي ما بطلعش بميكوب او اقولوكو انا صغنونة دورولي على قريس يعني هي الناس اللي بتتوقع فأنا مليش دعو بتوقعات حد يعني في ناس بتتوقع مدام انا طلعت كتبت 64 سنة ما بيبصوش للصحة خالص هما بيبصوا للملامح للشكل وانا ستة محبش التجعيد والتراهولات بشتغل على نفسي ادي ده الجزء الاول من من التعليق ففين التناقض هنا حطيلي اكتبيلي التناقض في الحتة كذا كذا انا شرحت الجزء الاولين اسمحيلي انتي مركزة عالشكل مش الروح فين بقى تركيزي عالشكل انا جوبت علي من شوية قبل ما اقرأ بقيت التعليق فين عملالك ايلاينر وحطالك ماسكرة ده هيفرق معي كتير لان البنت الصغيرة ما بتحط ميكوب شكلها هيكبر والستك الكبيرة او الاربعينية او الخمسة ما بتحط ميكوب بشكلها هيصغر فانا فين قلت قلتلكو ان انا عايزة تقولولي يا صغنونة يا صغنونة انا صغنونة فعلا بيولوجيا وثبتلكو كده بالتمرين يعي التمرين الفيديو اللي انا عملته مبارح اللي هو تنترك بيديو اعمليه جربيش فيه هتقدري قوة عضلاتك والعمود الفقري هيتحمل النومة دي انت تانية ريجليكية جربي وانت تعرفي التنقض فين نكمل امركز على شكل مش الروح ولا مش هتكتب سنك ازاي ليس بكتب سني انا بتبهى بيه بحبه يعني كل الستات او اغلبهم يعني مش كلهم بيخافهم التقدم في العمر اللي انا يكفيني فخرا ان انا محافظة على صحتي لغاية اللحزة دي والله اعلم هكمل ازاي بس انا طول ما انا بقدر اعمل شيء متقطع فهو بقى اسلوب حياتي ايه تاني ولا هتطلع بدون حجاب في السن ده ليه هو المفروض السن ده اللي يلبس الحجاب والسغنانون اللي ما يلبسوش يعني فين انت بقى انت كده التنقض عندك هو حبيبتي السن مقالوش دعوة والحجاب يعني ايه انا مش هتخش فيه مش هرايع حد اقسم بالله ما هرايع حد واقول اي سبب عن الطرحة او الحجاب فالسن ده ايه مال والسن ده طب قوليلي انت عندك كم سنة وبعدين في الاخر بتقولي حريتك حريتك لكن اديتين اديتين اه انتقديني وانا هجاوب برضو بس بص يعلك على حاجة وانت بتنقضيني برضو شوفي محتوى بتاعي شوفي انا بتكلم عن ايه اساسا يعني انا بتكلم عن اساسا الصحة ما هو من صحة من غير صحة حبيبتي شافيش اي جمال والجمال مش هو الملامح ان يعنيها تبقى واسعة ورموش خضرة ومناخلي طويلة لأ الحلاوة فعلا حقيقي الروح ان الانسان يبقى ملهم الانسان يدي امل يدي طاقة للناس يديهم احساس بان هما بناءات مين عايشين الانسانية حبيبتي في حاجة اسمها انسانية انا بيفرق معايا الانسانية انا انسانة انا شايف ان انا ليا دور واني انا ان شاء الله يارب اكون سبب في شفاء ناس كتير وخصوصا انا جاية بقول يعني ايه الصحة بالصيام او الجوع والجمال بتمارين اليوجا وتمارين اليوجا مش بس عشان انا ابقى اظنونة لأ تمارين اليوجا انا بعمل تضفق للدورة الدموية وتخلص من السائل المفاول بين العضن وبين فروة الراس والمخ جوا فيه فيه سائل كمان بيحمي المخ من الجنجمة الحركات اليوجا وان انا بشتغل على العضلات الداخلية للجنجمة وبشتغل على عضلات جسمي وده هو الحياة هو ده الشباب امتى بقى ستة عجوزة انا طبعا بعيد عن الاقدار لكن لو بقيدي ان انا بقى عجوزة واعدة عجزة مستنيه حد يديني كوباية مية او حد يوديني للدكتور او حد يأكلني ويشربني وابقى عب على اللي انا عايشة معاه وبعمل كده بكامل اراضتي وعارفة ان الشيفة في الجوع فهنا يبقى انا ستة عجوزة لكن انا عمري بابقى عجوزة بأمر اللي انشاء الله هفضل الشباب كده لغاية الاخر يوم من عمري ده اللي بيتمنى من ربنا فانتقدين يا حبابتي بس شوفي المحتوى شوفي انا قصد ايه تسعة وتسعين في المية من الناس افكارها مش مصر بس او البلاد العربية بس حتى الاجانب بيركزوا بس مش زينا قوي كده يعني هما ثقافتهم اعلى انه هما مش فضوليين بس بيركزوا عالشكل كل واحدة عايزة تبقى شكلها صغير وكأن السن الصغير ده هو الميزة الوحيدة في الانسان لأ وانا كل ما بعيش انا بستمتع بالحياة فترة اطول بالطريقة اللي تريحني بالطريقة اللي تبستني انا مش بعمل محتوى عشان اخد رأي حد هعيش ازاي والبس ايه واكل ايه واشرب ايه انا اللي بفرض قراراتي على اللي بيتابعني لان قراراتي كلها لمصلحته مش لمصلحتي انا مش عايزة حاجة من حد ولا باخد حاجة من حد ولا بافتح لايف واحتمال كبير ان انا مفتحش لايفات تاني يعني مش عايزة احط مية في المية يمكن تجيلي هافة افتح لايف لكن قرار فيه حتة صغيرة بس فحبيبتي الصحة والعضلات والشباب هو في الصيام وتمارين والتمارين المقاومة والتمارين الرياضي انا استريتشات المهمة دايما جسمنا يبقى شغال الروحة في طلوع الروح بس حبيبتي عاديني رضيت بس كده